اسبانيا وصلت من نبوء الموليها، منصروا قادراً لها النبوء الصعابحة للأسبانيين نفسهم ما بلو كان المهاجرين هنا بتقسم معكم ما هو نقع في مالاقا بسبب أزمة السكن التي كانت هنا في اسبانيا نغتللهم على فرصة لنجاوب على حقوقs الذين يأتيوا إلى العقار باسبانيا وهذا ما هو العقار باسبانيا؟ انظروا ما هو البيض البيض البرح المضاهرة التي كانت حرمة بسبب المشكلة للسكن في اسبانيا ونجاوبوه على بزاف دي الناس ونعطيوه فكرة عامة على إسبانيا والأزمة دي السكن وعليش هالأزمة أصلا جات شنو المسببات دي لها وشنو ممكن غادي وقع في المستقبل القارب خليكم معادة الفيديو هيكون مهم بزاف باشن تقسموه بزاف دي المعلومات إن شاء الله بحكم التجارب اللي عدنا هنا في هذه البلدة ده درو معاكم بلايك الإخوان تفضلوا شوفوا معاي المقطع اللي وقع البرح هنا في مالغا تفضلوا شوفوا مالغا para vivir y no para sobrevivir la situación según los vecinos es insostenible los elevados precios del alquiler y la venta de los pisos turísticos les impiden acceder a una vivienda dicen Málaga es ya la provincia más cara de Andalucía también la que concentra más viviendas de este tipo según la junta de Andalucía comprar una casa en la costa del sol es un 9% más caro que hace un año se han manifestado 5.000 personas según su delegación de gobierno 25.000 según los organizadores y de esa protesta a esta otra en Cádiz la ciudad de Andalucía donde adquirir una vivienda sale más caro en la ciudad de Andalucía en Cádiz la ciudad de Andalucía y la ciudad de Andalucía وصلت السمال طب وشراء ايضا وصل الطب نيفو ديال الكراء وشراء ولا والناس اللي سكنين تمال اللي هم اسبانيين نفسهم خلوق وترابيع عاشوا في المنطقة ما بقاوش قادرين للك المستوى ذاك صافي يعني وصل بهم الحل هنا ما بقاوش قادرين لالنيفو ديال المالغة ولا مربية ولا النواح ديال الناس بقا تغييك تقاوم من اجل العيش هاللي ولا كاري بيت هاللي ولا كاري كوخ هاللي ولا معرفي سكن هاللي مقاسم بيسو قاسمين الاسبانيين نفسهم ما بلوك المهاجرين اللي عاجزوا جدالين هاد المشكلة اللي كتعيشوا مالغة رغمشي كتعيشوا مالغة وصافي هاد المشكلة اللي كتعيشوا اسبانية كاملة بكل برمتها بكل مناطقها تقريبا بقاو بعض المناطق اللي ربما عن تكلموا اللي باقي فيهم الرخاء وباقي فيهم شوية الغفلة يعني في هاد الايام في هاد السنوات هذي وصافي من بعد اعلم الله شنو هذي يوقع هاتي كتقصص معكم دابا دابا نيس وقع في مالغة وقع في كانارياس بصفة عامة كانارياس ولوك يقولون السياح سوف يصيروا بحلكم مبقيناكمش بغيوا تجيوا الاسبانية سافركم تديتوننا اسبانية مبقيناش كنعيشوا معكم مرتاحين مبقيناش نلحقوا معكم اللكرة مبقيناش الموض كلها غلات في مايوركا نفس الشكل في إيبيزا نفس الشكل في بارسلونا نفس الشكل في مادريد نفس الشكل يعلموا هدن سياحية اللي كتستقبل السياحة في إسبانيا اللي عليها إقبال مواليها مبقاوش قادين عليها ومواليها صافي صعب اليوم الحال وصلوا إلى واحد درجة ديالطوب الناس اللي كتكلمنا العقارن في إسبانيا واش غادي الخاص او لا لا هذي الجواب هذا قبل ما نجاوب عليه أنا نقول لكم شنو وقع تقارير الأخير اللي خرم عندو حد المجلة أمريكية اللي كتقول أن إسبانيا غادي تولي الوجهة الأولى السياحية في العالم أوفق يعني في الأوخر ديالكنون 1025 2026 slate a cool هي اللولة في العالم الوجهة السياحية الأفضل في العالم هدواчит هي إسبانيا والأسباب راكم كتعرفوها حاليا إسبانيا كتحتل المرتبة الثانية بعد مرة ثالثة في العالم ويدهة المتحدة الأمريكية إسبانيا بفرنسا بعد مرة كت nói ل metric فرنسا إسبانيا في المرتبة ثانية أو الثالثة في العالم لحسب كل سنة تقارير الدولية كيتقول تقارير الأخيرة أن إسبانيا تيولي الوجهة الأفضل سياحة في العالم رقم واحد ستحيط حتى المريكان وعلش هات شي هدا؟ الإقبال على هات البلاد هدا شنو السبب دياله؟ لأسببكم ممكن تعرفوها السبب الأول دي الإقبال على هات البلاد هدي هو الجو الزوين اللي عندها في جميع المناتق ديالها تقريبا بدون السيتناء بعض المناتق اللي عندها الجو خيب أغلب المناتق عندها الجو اللي هو جو زوين جو اللي هو كي كل شي يقلب عليه مشمس طيلة السنة تقريبا ماشي بارد Took و فقطي شدي اذة يعني معروفه في قاسترانومية ديالها بالأطباق ديالها بالمكلة ديالها بالمناطق ديالها بالطبيعة ديالها بكل شي ديالها يتوفر لك وحد الحياة اللي كان قولا احنا يا الحياة للهكس اللي كان قل enjoyment بصيفة عامة الأغنياء دي العالم أي واحد در fullos كيجين나 إسبانيه يشري فيها دار أي واحد در له بس كيجين الإسبانية يشري فيها دار أغنياء دي العالم دبه سوى من روسيا، من أمريكان، سوى من مغارباني، جزائريين، فرنسيين، هولنديين، ألمانيين، اللي بغيتي في العالم أي واحد در الفلس كيشي الإسبانية وكيشي في غدر هالي كيستقر فيها نائماً هالي كيبقي مشي وجي لها يعني يمشي وجي هاتش هذا شنو كيعتكم؟ كيعتكم بأن هات البلد هاتي أول جواب على السؤال دي لوش العقر عير خاص في إسبانيا؟ العقر حالياً ما كيش لكلام أنه غير خاص في إسبانيا ما غير خاص نهائياً ما غير خاص لف هات السنة هاتي ولا السنة اللي جاية ولف السنوات المقبيلة لأن ما حدو الإقبال كي تزاد على هات البلد هاتي وما حد السياحة كتزاد على هات البلد هاتي رغين سووش حاجة سمية العقار هاتي أرخاص في إسبانيا وفوق هاتش هادا نحن هاتش دا كنا عشي هدابا هاد المشكل عويس الكبير دابا ما بالو كم هنا كاس العالم فاجعة تنظم كاس العالم ما بين إسبانيا والبرتغال والمغرب إسبانيا طبعاً يجيوا لي ناس اجدادي اللي مع عمروا ما جاوا غايشوفوها ويدور فيها السياحة غايزيدوا عوتيني تعجبوهم هات البلد هاتي وعايزيدوا يقلبوا أنهم يشريوا عقار في إسبانيا سواء تعليق بأمر الشقة أو محل تجاري أو يبنيوا فيها فيلا أو كل واحد المستوى المادي ديالو يعني غايزيد الإقبال على إسبانيا إذا فوقاش غايزير خاص العقار في إسبانيا ينهضروا مثلاً للشوقق مثلاً أو للديور ما غير خاش الماناتق اللي هي رخيصة ما غا تبقاش رخيصة خاصة من هنا ألف وثلاثين بتاديك البلايس اللي هم رخاصين عايزيدوا يغلاؤوا وعند تجربة إذا كنت نشوف راسي غير هنا في طرقونة اللي أنا مستقر فيها هاتي عامين قبل الأتمية اللي كانت دبا ولت تقريباً أنا أراسي ذك الأتمية اللي كانت هذي عامين سوف أتطلع أ asymptني westماً أراسي تقريباً كل لو ما أتطلع بيدون السيتنا أنا في إسبانيا سوف أتطلع في التامان ديالها يعني الي ما سطعبش واشتري شي حاجه على قرد الحال غالص cheap reformat who boring out and exercise سوف يستخرج الأمور على الارساء أسبانيا ما غاداش شخص والكرام ما غاداش ليهبط في التامان ديالو وش lo sh ап Berry cum im как иек كل شي غاد يبقى غالي وغاد يزاد يغلى مهنة 2030 يعني لا حادثة إلا على الغلاء 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 لدرجة أن الطلب كان كبير واتش هذا الناس أصحاب الأرض وحلين ماشي غير المهاجرين تفهمنا؟ إذن نصحة اللي قدر نعطي للناس كاملين لاقي شي حل أنك في ذلك شي حل ما توقعش فكر بزف دينا المرات لو كنتي غات شري شي حاجة أو لا ما توقع تفكر بزف دينا المرات ذاك الحاجة القداوية اللي كتحقرها دابا غدا توليت منه وما تلقاهش هذك البيسو اللي حقرتي ولا هذك الدار اللي حقرتي ولا المنطقة اللي حقرتي وكنت قادر تسكن فيها وباقي كتفكر كتضيع الوقت على رأسك ما غاديش يرخص تش حاجة وربما هذك اللي كانت كدير 30 من دابا عامين هذك اللي 50 وتولي 70 غير نساوي بأن العقار غدا الخاص في إسبانيا خاصة هذي بغيت نغتلم هذا الفيديو باش نجاوب للناس لحطوا لي بزف دي الأسئلة عن داب العقار هنا في إسبانيا تفهمنا إخوان هذا هو السبب مادم السياحة تكثر في هذا البلد فالغلاء غاديبقى هو هو والحكومة الإسبانية وخا حطت حلول دي السكن اللي غايدداروا بزاف دي الأسئلة اللي عايتكراوه كيراء السوسيال ما هيكونواش كافين وما هيسدوش الطلب الكبير والمتزايد على السكن الاجتماعي يعني وخا غايتبنوا هالدير اللي كيتبنوا دبع وجده ما هيكونواش كافين إذا عقار مستمر في الطلوع دياله إلا ما عرفش من دبع عصر سنين ولا عدتكون كلام أخوار ديالساعة تمنى إخوان كان هذا هو الفيديو دياليوم حاولي نقربكم معلومات تستفدو بس عرفش نواقعنا في هذه البلد من الفيديو ولكم التحليق خلي معكم حر لايك بارتاج الفيديو حتى في فيديو القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته